بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أعزائي الطلبة والطالبات طلاب الصف الأول الإعدادي إن شاء الله معانا النهاردة طبعا تناولنا في حلقتين فيديو وحلقة تانية تناولنا فيها ثري فور من يونت تين وإن شاء الله النهاردة بنقفل يونت تين مع بعض ولكن في البداية سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الوقاية خير من العلاج الحمد لله أسمع ماذا يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وعن عمر بن الخطاب وأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل رأى مبتلى فقال الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيل إلا لم يصبه ذلك البلاء كائنا ما كان رواه الترمزي كائنا ما كان يعني أي لا يصيبه ذلك البلاء أبدا ما عاش أي لا يصيبه ذلك البلاء أبدا ما عاش لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله الدعاء مرة أخرى الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيل إلا لم يصبه ذلك البلاء كائنا ما كان طبعا زي ما احنا قلنا النهاردة يونت 10 لسن 5 6 7 يونت 10 لسن 5 6 7 طبعا البداية مع سؤال الـ نبدأ الدرس بتاعنا النهاردة بالـ نبدأ الدرس بتاعنا النهاردة بالـ يعني الكلمات اللي عندنا في لسن 5 6 7 repeat after me these words repeat after me these words repeat after me time line time line time line يعني خطة أو تسلسل زمني events events يعني أحداث moved house moved house يعني انتقل لمنزل جديد moved house anyway anyway يعني على أي حال anyway يعني على أي حال switzerland 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 اللي دولة توسرة again switzerland play for play for يعني يلعب لصالح play for يلعب لصالح african footballer of the year african يعني أفريقي أفريكا طبعا قارة أفريكيا اللي أفريكا footballer 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 يعني لعب كرة القدم of the year لهذا العام again african footballer of the year african footballer of the year european champions league european again european champions league european champions league uh طبعا دوري أبطال أوروبا european 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 اللي هي أوروبا champions 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 اللي هي أبطال اللي هي بطولة أو دوري league league آه سورة league league يعني دوري يعني دوري يعني ربما change change يعني يغير size size يعني مقاس technology 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 يعني technology heading heading يعني عنوان رئيسي topic sentence topic sentence يعني جملة رئيسية describe describe يعني يصف describe يعني يصف not sure not sure يعني غير متأكد answer answer يعني يجيب أو إجابة guess guess يعني يخمن research research يعني يبحث life life يعني حياة dictionary dictionary يعني قاموس future future يعني مستقبل predictions يعني تنبؤات no evidence no evidence يعني بلا دليل دير المدينة دير المدينة طبعا دي قرية دير المدينة دير المدينة divide into divide into يعني يقسم إلى parties parties يعني أجزاء discuss discuss يعني يناقش explain explain يعني يشرح أو يفسر introductory sentence introductory sentence introductory sentence يعني جملة مقدمة order events order events يعني يرتب الأحداث أجين الكيووردس الكلمات معايا مرة تانية أجين repeat after me time 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 line events events moved house moved house anyway anyway switzerland 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 play for play for african footballer of the year african footballer of the year european champions league european champions league find out found out find out found out maybe maybe change change changed change changed طبعاً ده البالس من change بنضيف الدين لأن البرب عندنا منتبق بإيه size size technology technology heading heading topic sentence topic sentence describe describe not sure not sure answer answer guess guess research research life life dictionary dictionary future future predictions predictions no evidence no evidence دير المدينة دير المدينة divide into divide into parties parties discuss discuss explain explain introductory sentence introductory sentence order events order events برضو معنا مجموعة من الكلمات مكملة لثلاث دروس creative creative task طبعاً creative يعني إبداعي task task يعني مهمة first first يعني أولاً then ثم finally في النهاية imagination imagination يعني خيالي أو قدرة مبدعة think of think about think of think about in more detail in more detail make a plan make a plan draw a plan diagram 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 يعني شكل توضيح طبعاً كلمة plan خطة ممكن أجيب معاها make أو ممكن أجيب معاها درو برضو عندنا مجموعة من language functions أو language notes language notes يعني ملاحظات أو لغويات saying how to say years how to pronounce years or dates إزاي نقرأ السنوات أو إزاي نقرأ التاريخ طبعاً عندنا طريقتين to read the date عندنا طريقتين نقرأ بهم التاريخ ممكن الطريقة الأولى إن إحنا عند القراءة يمكن تقسيم العام إلى جزئين نقسم العام اللي عندنا إلى جزئين أي يقرأ كل رقماً يعني أحد وعشرات وأحد وعشرات again يبقى عندنا أول طريقة يبقى أنا عند طريقتين to read the year الطريقة الأولى to divide the year into parties divide يعني بنقسم اليار العام into two parties إلى جزئين أو إلى رقمين طبعاً أحد وعشرات وأحد وعشرات for example مثلاً 20-50 20-50 20-50 ممكن أقول 1986 يبقى أنا هنا ما عملتش حاجة خالص غير إني قرأته كإني بقرأ أحد وعشرات وأحد وعشرات يبقى هنا بقسم التاريخ إلى جزئين بقسم السنة إلى جزئين بقسم السنة إلى جزئين أحد وعشرات وبرضو أحد وعشرات يعني 20-50 20-20-50-50 1986 أسمنا الأحد وعشرات 86-86 89 يعني 19 وال86 اللي هي 86 86 يبقى أول طريقة عندنا أنه تقسيم العام or define the year into two parties بنقسم العام إلى جزئين وطبعاً بيقرأ كل الرقمين معاً يقرأ كل الرقمين معاً يقرأ كل الرقمين كأنهم أحد وعشرات وأحد وإيه؟ وعشرات وطبعاً دي أسهل وطريقة سهلة جداً ويأبسط من الطريقة اللي إحنا نقولها الثانية الطريقة الثانية إننا إيه؟ نقرأ بطريقة قراءة الرقم كأننا بقرأ الرقم عندنا يعني في خانة الألاف وفي خانة المئات وفي خانة العشرات وفي خانة الأحد كأننا بقرأ رقم عادي طبعاً دي أصعب شوية من الطريقة الأولى لأن الطريقة الأولى سهلة جداً إننا بقسم date اللي يير عندنا إلى أحد وعشرات وعشرات يعني بقسم التاريخ أو السنة إلى جزئين ولكن في الطريقة الثانية أنا بقرأ كأن بقرأ رقم يعني مثلاً for example عشرين أو ألفين وخمسين هقرأ ألفين two thousand two thousand and ولازم هنا بنحط and في الطريقة الثانية and 50 يعني ألفين وخمسين طب ألف تسعمية ستة وتمانين ألف تسعمية ستة وتمانين يقسم أو نقرأ رقم المئات مع رقم الألوف ونقرأهم بالهندرد المئة يعني for example 1900 1900 يعني 1900 1900 and 86 and 86 فطبعاً الطريقة الأولى أسهل ولكن الطريقة اللي احنا نعرف نقرأ بيها نستسهلة ونقرأ بيها يبقى احنا عندنا طريقتين to read the year نقرأ بيها العام الطريقة الأولى divide it into two parts إن أنا بقسم التاريخ إلى رقمين ورقمين وطبعاً بيقرأ كأحد وعشرات وأحد وعشرات أما الطريقة التانية إن أنا بقرأه كأنني بقرأ رقم يعني بالألوف for example two thousands and fifty ولازم هنا ما نحط and إنه هنا في الرقم في الطريقة nineteen نقول nineteen hundred يعني تسعة عشر مية and eighty six and eighty six طبعاً how to read the year how to read the year يبقى إحنا في الطريقة الأحد وعشرات وفي الطريقة التانية الدرس بتاعنا speaking and listening listen and write the years we usually divide years into two parts طبعاً هنا جاب لنا النموذج أو كتاب المدرسة twenty fifty nineteen eighty six for the year two thousands we see for the year two thousands and all two thousand for the year two thousands one two thousands one ولا and one وفرد two thousands and one two thousands and six two thousands and six طبعاً 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 listen to Basel and complete the timetable هنسمع مع بعض to Basel and complete the timetable hi I am Basel hi I am Basel كلنا نفتح الكتاب أو نتابع معايا hi I am Basel these are the important events in my life these are the important events in my life I was born in two thousand seven I was born in two thousands and seven in Alexandria I started school in twenty twelve I started school I started school in twenty twelve عايزة كنت اسمعوا وإحنا بنسمعها نكمل I started school in twenty twelve I liked my school I liked my school كنت بحن بمدرستي I learned to ride a bike I learned I learned to ride a bike I learned to ride a bike in two thousands in two thousands and thirteen أو ممكن أقول in twenty thirteen in twenty thirteen I love my bike I love my bike in twenty eighteen in twenty eighteen we moved the house in twenty eighteen we moved the house we live in Cairo now we live in Cairo now in my in twenty nineteen in twenty nineteen we went on holiday to the Red Sea we went on holiday in on to the Red Sea again in twenty nineteen we went on holiday to the Red Sea it was amazing it was amazing in twenty twenty three in twenty twenty three I will climb Mount Calamangaro I hope so anyway I or in twenty twenty three I will climb I will climb Mount Calamangaro I hope so anyway طبعا ده اللي سنجيب احنا we listened to to Basel and we complete the timetable who can tell me when did he start the school hmm yes سما حد بيقول اي in twenty twelve in twenty twelve bravo طيب when did he ride a bike when did he ride a bike in twenty thirteen bravo when did he went to to the Red Sea when did he went to to the Red Sea in twenty nineteen bravo when did he moved to new house in twenty eighteen when will he climb Mount Calamangaro in twenty twenty three bravo two thousand and eight طب 2010 two thousand and ten طب عايز اقرأه بالطريقة السهلة twenty ten twenty ten يعني 2010 twenty ten يعني writing skills read and match the sentences with the picture هنوصل هنقرأ وبعدين نعمل ماشي توصيل للجمل مع البكتشور اللي هي الصور how to plan a creative writing task ازاي نخطط لخطة او لمهمة كتابية ايه مبجعة first think of as many ideas as you can فكر في خطة زمن تعايز what will the house look like المنزل هيبقى عامل ازاي what will it be made of طب هيبقى المنزل مصنوع من ايه what will be different to house of today وهيبقى مختلفة عن منزل اليوم ازاي you can write down or draw ممكن تكتب او ترسم your ideas use your imagination and have fun يعني استمتع واكتب ايه ب او بفكر بتخيلك وتخيل طبعا the letter c نجل number two then decide which of your ideas بعد كده قرر or بستمين ايهم افضل keep the other ideas for another time keep the other ideas for another time طبعا decide يقرر طبعا اليوم picture bravo picture ايه لان طبعا شوفين بقوا اعمل ازاي بلسة decide بيقرر يبقى طبعا هنا number two هتبقى letter a number three finally think about your best ideas اختر افضل فكرة in more details وبالتفصيل how can you make the ideas work وزي الخطط او الافكار بتاعتنا دي هنعملها make a plan maybe in a diagram ربما نتعملها في diagram يعني شكل توضيحي or drawing او بالرسم you can change you in an idea that don't work you can change in an idea that don't work ممكن نغير في فكرة انا مش ايه مش عايز اعمل بها طبعا هنا letter or number three هتبقى letter b كيبقى number two a number three هتبقى letter b براف speaking and writing plan a house of the future using the ideas from writing skills طبعا هنعمل بقى نخطط زي ما احنا خدنا الشكل ازاي نخطط leave your house in the future للمنزل اللي انت بتحلم بيه في المستقبل draw a plan نرسم خطة think about the materials the shape signs فكر في المaterials for example stone break and so on الشيب الشكل بتاع rectangle circle triangle and so on think about what rooms it will or won't have فكر في الحجرات هكون ايه think about where the house will be and who will live in it فكر في المنزل هيبقى عامل ازاي ومين اللي هيعيش فيه think about what technology it will have والتكنولوجيا لا تستخدمها تبقى for example you will use solar panels you will use wind turbines and so on طبعا this is the technology you will have in this house i will or i give you time to think and tell me about it now compare your plans with other students بعد كذا كل واحد بايقور ان البلان الخطة بتاعته مع مين مع his friend مع صديقه or his classmates مع زميله i think this plan is the best because كل واحد بايقول i think اعتقد this plan is the best الافضل بيكوز وطبعا كل واحد بايقول هو فقر في ايه وخطة يعمل الهوز بتاعه ازاي always include an introductory or topic sentence طبعا لا بد ان نعمل جملة مقدمة this is the first sentence that explains what the tickets will be about طبعا الجملة الاولى بتكلم عن الخطة بتاعتك بتكلم عن ايه او انت مقرر تكتب عن ايه when you read to order when you need to order events in a tickets وانت بت ايه برضو محتاج ان انت ترتب الاحداث remember to use wordless like وتذكر ايه نستخدم first then finally and so on طبعا احنا متعلمين او احنا بنكتب البراغراف بنحط topic sentence في الجملة الافتتاحية اللي بنسمى introductory sentence او topic sentence now review وصلنا لدرس number seven او lesson seven working pairs describe an object in the classroom يعني حاجة نوصفها في الفصل what is it made of مصنوع من ايه can your partner guess the object it's made of metal مصنوع من المعدن antiplastic it's big and white for example clock i want every one of you to describe something in your class for example who can describe for me yes i yes i want all of you to describe things in the class it's made of wood for example it's rectangular for example i can write on it بكتب عني طبعا i can say it's a disk i want every one of you to describe something in your class now exercise number two complete the words which do you use in your house اشياء بنستخدمها في المنزل for example number one دائدة طبعا wind turbin اللو مين لتربينات الهواء او تربينات الرياح يبقى وين the turbin number two حاجة بنستخدمها في المنزل طبعا اللي هو oven oven يعني الفرن طبعا number drone اللي هي طائرات بلاقاء drones solar panels solar panels اللي هي الخلايا الشمسية number five electricity bravo اللي هي الكهرباء number six yes this is electric car electric car اللي نكتبنا in the letters or missing letters الحروف الناصة يبقى wind tarbins oven drone electricity electric car نقل number three write a date in the future اكتب تاريخ في المستقبل then make three predictions وعمل ثلاثة وقعة date اكتب التاريخ for example 2050 يعني 2050 لو احنا ديت مثال transport I think transport will be different المسائلة هتختلف schools will be different technology will be easier يكون أسهل طبعا as you like طبعا كل واحد يكتب عن date معين ويتخيل الاشياء دي هتبقى in the future will be what يبقى I think for transport I think for schools ال schools هتبقى ازاي I think technology will be what now write a description of your first school كل واحد يعمل وصف المدرسة الاولى what was where there in the school وإن اللي كان موجود فيها في الماضي and what wasn't there وإن اللي غير موجود حاليا in my first school في مدرسة الاولى there were many teachers كان فيه معلمين كتير now there weren't many teachers there weren't many teachers الوقت الوقت or there weren't مني ما عادش اصبح فيه مدرسين كتير ممكن اقول there was a black board there was a black board وكان فيه الصبورة السودة او اللي هي بنكتب عليها بالتشوك اللي هو التبشير now we have a white board اصبح عندنا الصبورة البيضاء now we have a white board اصبح عندنا صبورة بيضاء and so on match the words and the number and complete the years in words انا عايزوك يا شاطرين بقى نقرأ dates التواريخ او ال years اللي قدامنا ونعمل match with the correct years number one 986 طبعا the letter c 986 who can read number two who can read number two من يقرأ لي number two ها انا اسمع احد وعشرات واحد وعشرات for example اتبقى ايه 1883 1883 اللي هي letter e يبقى number two هتبقى letter e ونكتب في letter e 18 18 وطبعا هو كتب لي 83 نجي لنمبر 3 1961 1961 1961 1961 طبعا اللي هي letter a letter a 1961 ونكتب هنا 19 2001 2001 2001 يعني طبعا 2001 طبعا ليه letter b 2022 طبعا هنا letter d 20 22 20 22 يبقى كلنا نكون كاتبين زي ما مكتوب قدامنا يبقى number one c number two e number three a number four b number five d and how to read them وازاي نقرأهم وازاي نقرأهم نجي write these years in words اقرأ هذه الاعوام في كلمات eight hundred and four nineteen ninety الاسهل ان اخدها حد وعشرات nineteen ninety twenty fifty six twenty fifty six who can read number two eleven fifty four bravo eleven fifty four who can read number four two thousand two and two two thousand and two او ممكن اقول اي twenty two twenty two two thousand the last one two twenty thirty eight twenty thirty اتب ممكن اقرأ ابترقاتي اي ايوة two thousands and thirty eight two thousands and thirty listen to the life of محمد صلاح and complete the dates محمد صلاح's life listen to the life of محمد صلاح and complete the dates وهنعمل اتنكمل التوريخ ان على محمد مين على محمد صلاح I want all of you to write the dates I want all of you to listen and read the dates طبعا احنا عارفين ان احنا عندنا سؤال الاستماع في امتحان اخر السنة يعني لابد ان احنا نكون كواسين وعارفين نكتب alone نكتب لوحدنا by listening بمجرد ما نسمع محمد صلاح was born in Cairo I want all of you to read these or to read the seven sentences نقرأ السبع جمال كويس and after reading them listen carefully and complete listen carefully and complete يعني نسمع كويس and complete or write the dates محمد صلاح was born in Cairo in 1992 he started playing football for المقولون in 2010 in 2010 he then moved to switzerland to play for basil in 2012 he moved to switzerland and to play to basil in 2012 in 2012 in 2012 in 2014 in 2014 he went to london to play for chelsea chelsea sorry chelsea he went to play for liverpool in 2017 in 2017 he went to play in liverpool he went to play for he went to play for liverpool محمد صلاح محمد صلاح was also african footballer of the year محمد صلاح was also african footballer for the year in 2017 in 2017 and in 2019 and in 2019 he won the european champions league he won the european champions league with liverpool with liverpool research a famous person i want all of you i want all of you to complete if i started playing football for مقاولون in 2010 bravo 2010 tab moved to switzerland to play for basil in 2012 bravo in 2012 yes went to london to play for chelsea in 2017 20 sorry 2014 2014 2014 went to liverpool in 2017 bravo 2017 and went to was african footballer of the year in the same year in the same year نفس العام برضو يبقى number 5 و number 6 20 bravo 2017 now he won the european champions league with liverpool in 2019 2019 2019 طبعا جاب لنا السؤال بعد كده research يعني بحس a famous person عن شخص مشهور find out about the important events of his or her life طبعا عن شخص وهنتكلم عن حياته وعن ال years اللي عمل فيها ايش write a timeline وكتب الأشياء listen to the lives of محمد صلاح طبعا نعمل كده بسرعة شكة اللي احنا عملناه هل احنا كدبين in 2010 in 2012 in 2014 in 2017 in 2017 in 2019 now reading match the heading with the topic sentence of three different texts taller cleaner bitter أطول يطرى التكست مين بلك today I am going to describe what I think holidays will be like in the future طبعا دا تبقى letter c يبقى one بسي no more journeys by planes ما يعدش يبقى في رحلات بالطائرة طبعا دا في الم future number two I want to explain how I planned the school building you can see above طبعا اللي هو مين letter b يبقى the schools of tomorrow يعني المدارس غدا number three today's cities المدارس المدارس اليوم are usually big دايما كبيرة أو عادة ما هي كبيرة noisy ضوضاء and dirty قزرة but what will they be like in the future ولكن هتبقى ازاي في الفيوتر طبعا قالك taller cleaner bitter taller أطول cleaner يعني أجمل يعني أنظف bitter يعني أفضل طبعا number three هتبقى a يبقى number one c number two b number three هتبقى letter a كلنا كده bravo نعم يبقى عندنا number one c number two b number three a write about the house of the future that you planned in the student's book طبعا المنزل اللي انت خطط تتعمله في الفيوتر first plan what you are going to write by completing the diagram وطبعا كل واحد فينا يكتب الهاوس المنزل اللي هو عمله plan يعني تخطيط ويكمله and you tell me about it وطبعا كل واحد شاطر كده يرسمه ويبعت للصورة بتاتو now review complete the table with these words هنكمل التابل الجدول بالكلمات اللي عندنا جاب لنا كلمات for example brick drawn electric car glass metal oven plastic rectangular roof round solar panel square stone tape triangular wind turban طبعا احنا هنكمل من المواد الخامة عندنا الماتيريالز عندناها طب اول كلمة عندنا metal يبقى metal دي نعتبر material plastic يبقى plastic يبقى عندنا metal plastic نحطها في الماتيريالز old objects حاجات أو أشياء قديمة brick stone tube oven yes tab modern objects أشياء حديثة for example yes wind turban wind turban solar panel ممكن أقول solar panel electric core يبقى electric core solar panel wind turban طب شي بسي الأشكال عندنا we have round round square round square triangular triangular اللي هو مين المثلث تعال نشوف الأشياء دي نحن يبقى number one metal plastic طبعا stone rough tab oven electric core solar panel wind turban round square triangular نقل number two they are usually square or rectangular I think I think طبعا ولينا أقولك now match the descriptions هنوصل بين الوصف اللي عندنا with three of the objects وثلاثة أشياء in exercise one number one there are usually square or rectangular يعني بتبقى لأما مربع أو مستطيلة I think they are made of metal مصنوعة من المعدن sometimes they have a glass door to see ممكن ببقى لها باب زجاجي بنشوف من الداخل طبعا ال oven اللي هو الفرن oven number two I think they are made of stone مصنوعة من الستون من الحجارة sometimes they are flat ممكن تبقى مستوية but often they are triangular وراكن إلى بعض الأشكال بتبقى مسلسة طبعا اللي هو الرف اللي هو مين السقف these are usual square and they are made of glass مصنوعة من الجلس الزجاج I think parts of them are made of metal معظم مصنوعة من الميتل طبعا اللي هو solar panel ليه now guess the dates then compare this city in the past with how it will be in the future عندنا مدينة في الباست الماضي ومدينة ان شاء الله نتوقع في المستقبل in space there were small house in طبعا ونكتب العام ممكن نكتب 1990 يعني 1909 ممكن نكتب 19 1910 يعني 1910 أي date بس يكون في الباست وممكن هنا نحط مستقبل 1950 يعني sorry 2050 2050 يعني 2050 ونتوقع الممكن houses يبقى will be in the future or what were there in the past أو كانت عاملة إزاي في الماضي طبعا I want all of you to write sentences describe houses ونوصف الhouses in the past and houses in the future ونوصفها في المستقبل I want all of you to do this alone وصلنا لنهاية حلقتنا نبدأ بها بأسئلة شوائس كده ونشوف إحنا فكرين حاجة في اللحظة وصلنا لي عندنا passage قطعة وعزوك زي الشاطرين نقرأ القطعة ونأجيبها مع بعض Today we are going to talk about where things are made نتكلم where things are made Most of the wallets paper is made in the USA Most of the world Yes Most of the wallets paper Most of the wallets يعني معظم wallets paper الورق اللي بيصنع في العالم is made in the USA بنصنع في الUSA A lot of the wood it uses for paper comes from trees in Brazil A lot of the wood معظم الأخشاب اللي بتيجي بتيجي منين من برازيل listen نعط الورق Many of the computers and phones we use are Japanese Many of the computers and phones we use are Japanese طبعا معظم الكمبيوتر والفون والتلفونات we use are Japanese يعني يابانية you can also find many european things in other countries did you know that a lot of the petroles wallet is made from Egyptian oil people also want to buy cotton and leather and leather from Egypt people also want to buy cotton and leather from Egypt طبعا الناس بتشتري الأطن والleather from من from Egypt number one what's the main idea of the passage القطعة دي بتكلم الفكرة الرئيسية بتكلم عن ايه ها من شطر يقول لي براب you the main idea نجل number three write a date in the future اكتب تاريخ في المستقبل then make three predictions وعمل ثلاثة وقعة date اكتب التاريخ for example 2050 يعني 2050 لو احنا اديت مثال transport i think transport will be different المسائل هتختلف schools will be different technology will be easier يكون أسهل طبعا as you like كل واحد يكتب عن date معين ويتخيل الاشياء تبقى in the future will be what يبقى i think for transport i think for schools ال schools هتبقى ازاي i think technology will be what now write a description of your first school كل واحد يعمل وصف المدرسة الاولى what was where there in the وصلنا لنهاية الفقرة بتاعتنا النهاردة وصلنا للهم الواجب وانا عايزاكم ان شاء الله كل واحد كده شاطر read it carefully نقرأ كويس and the answer it will next time we will correct it ونصححوا مع بعض or we will check it next time وهناعملو check next time مابض choose the correct answer اختار الاجابة الصح طبعا i will give you time for reading تقرأ and choose the correct answer and we will check it next time وانت كل خير سبيلا برحمتك يا ارحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة